بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرافراشا والسماء بناءا وأنسل من السماء ماءا فأخرج به من الثمغات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وانتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نسلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ودعوا شهداكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا صالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الهنهار كلما رسقوا منها من ثمغة رزقا قالوا هذا الذي رسقنا من قبل واغتوا به متشابها ولهم فيها أزوان مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يصحي أن يغرب مثلا ما بعوة فما فوقها فعما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وعما الذين كفروا فيقولون ماذا عاد الله بهذا مثلا يغل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يغل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما آمر الله به أن يصل ويصدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم سبا إلى السماء فصواهن سبع سماوان وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض الخليفة قالوا وتجعل فيها من يسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح من حمدك ونقدس لك قال إني يعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم عنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني يعلم غيب السماوات ولا رغب أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلي سابا واستكبر وكان من الكافرين قلنا يا آدم أسكن أنت وصوجك الجنة وكلا منها رغض الحيد شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأسلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لباع عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفي بعهدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنسلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أولا كافر به ولا تشتغوا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا السكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعطلون واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيغة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون